اشتركوا في القناة للإنسان في هذه الحياة الدنيا طريقان طريقان يختار أحدهما يسلكه الإنسان في هذه الحياة الدنيا لا ثالثة لهما الطريق الأول هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فاذكروني أذكركم قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم ما ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ أفضل منه من ذكر الله في هذه الحياة الدنيا إلا وذكره الله تبارك وتعالى في السماء وذكر الله تبارك وتعالى لك هو بالحفظ والتأييد والرحمة والتغفيق وزيادة الرزق والبركة في البدن والبركة في الولد والبركة في الأهل والبيت والحفظ وكل شيء فيه خير هذا هو ذكر الله لك وإما أن يختار المسلم أو يختار الإنسان الطريق الثاني وهو الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله تعالى نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم نسيان الله تبارك وتعالى لك وأن ينساك لا يحفظك لا يؤيدك لا يبارك لك في مالك لا يبارك لك في بدنك لا يشفيك من أمراضك شيء شيء عظيم جدا جدا أن ينساك الله والله العظيم الشيء عظيم قول الله تبارك وتعالى نسوا الله فنسيهم على الإنسان أن لا ينسى الله تبارك وتعالى سواء الصلاة الذكر قراءة القرآن لابد أن لا يغفل عن الله تبارك وتعالى لحظة ولا دقيقة إنسان يذكر الله يدير الله عز وجل في قلبه وفي مبتغاه وفي هدفه في كل وقت لأنه إذا نسك الله عز وجل فتلك الكارثة العظمى وتلك الطامة الطامة التي ليس بعدها طامة لذلك الإنسان إما أن يختار فاذكروني أذكركم وإما أن يختار نسوا الله فنسيهم استطرات صغير فقط بعض الناس هناك من بعض الناس يحب يحب الله تبارك وتعالى يحب تقديم مرضة الله تبارك وتعالى يحب دخول الجنة يحب فعل الخير يريد الحسنات يحب الطعام لكنه لا يوفق إليها لأنه لم يتوكل على اللحة لم يدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقه لم يستعن بالله عز وجل أن يوفقه إلى هذه الطعاد لذلك قال العلماء صغير وصفه العلماء قال العلماء أن الإنسان ضعيف والشيطان ضعيف لأن أعداء الإنسان فيها أعداء المسلم في هذه الدنيا هي نفسه نفسه التي بين جنبيه التي توسوس له وتدعوه إلى المعاصي وتدعوه إلى الأثب وعدوه الثاني هو الشيطان قال الله تبارك وتعالى وصف الله تبارك وتعالى الإنسان في القرآن وخلق الإنسان ضعيفة إذن الإنسان لنفسه لكيده ضعيف وخلق الإنسان ضعيفة وقال الله تبارك وتعالى كذلك عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف إذن الإنسان ضعيف وكيد الشيطان ضعيف ضعيف مع ضعيف شكول لي ينتصر مثل ذلك العلماء قال عندنا ملاكم دخل ملاكمان إلى الحلبة ملاكم ضعيف وملاكم ضعيف شكول لي ينتصر لن ينتصر أحدهما على الثاني إلا إذا استعان أحدهما بقوة خارجية إلا إذا استعان أحدهما بقوة خارجية كذلك الإنسان مع الشيطان قال الله تبارك وتعالى الشيطان ضعيف والإنسان ضعيف لن ينتصر الإنسان على الشيطان إلا إذا استعان الإنسان بقوة خارجية تعينه وتغلبه على الشيطان هذه القوة الخارجية هي قوة الله تبارك وتعالى إذا استعنت بالله على الشيطان وعلى نفسك فستنتصر وستغلبهما وستكون من المفلح لذلك على الإنسان إذا أراد الخير إذا أراد دخول الجنة إذا أراد طاعة إذا أراد المسارع إلى الخيرات لابد أن يدعو الله تبارك وتعالى ويستعين بالله حتى يوفقه الله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى على لسان يوسف في سورة يوسف وما توفيقي إلا بالله التوفيق كله من الله تبارك وتعالى كذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهفة قال بسورة الكهفة قضراء الآية راحت لي سدة راحت لي الآية المهم التوفيق التوفيق كله بالله وكما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابة استعن بالله استعن بالله في كل أمر إذا أردت الخير والمسابقة إلى الخير عليك أن تستعن بالله لماذا؟ لأن التوفيق كله من الله تبارك وتعالى إذا لم تسأل الله التوفيق ولم تستعن بالله فلن تتغلب لا على نفسك ولا على الشيطان الآية التي أردت ذكرها في سورة الكهف يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف صبر لا تبغني بمعنى صح يقول الله تبارك وتعالى سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله نعم يقول الله تبارك في سورة الكهف قال ما مكنني فيه ربي خير الآية تقول قالوا يا ذا القرنين إن يا جوج وما جوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة أردوا بنا السد ماذا قال قال ما مكنني فيه ربي خير طلب التمكين والقوة والاستعالة من الله وكما قلت في سورة يوسف قال يوسف عليه السلام وما توفيقي إلا بالله لذلك على الإنسان إذا أرد أن يتغلب على نفسه ويتغلب على الشيطان أن يستعين بالله تبارك وتعالى وأن يطلب العون والمدد من الله تبارك وتعالى ويطلب التوفيق والتأيد من الله حتى يوفق لذلك أخي المسلم إما أن تكون من أهل فاذكروني أذكركم وإما أن تكون من أهل نسوا الله فنسيهم وهذا كله التوفيق والتوفيق والهداية والرشاد والنصر والتأيد كلها من الله تبارك وتعالى استعين بالله واطلب التوفيق والتأيد من الله فسيوفقك الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات بارك الله فيكم في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب للفيديو كذلك الاشتراك في قناة اشتراككم في قناة يعطينا دعم ويعطينا تشجيع حتى نستمر في نشر الخير لنا ولكم إن شاء الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله شكرا